اهلا سهلا فيكم من الجديد وطبعا انتوا دائما متعودين في برنامج يوم جديد انه نلقي الضوء على الاصدارات والكتب الجديدة اليوم الاصدار او الكتاب اللي بنتحدث عنه هو الاول من نوعه في الوطن العربي اليوم رح نتحدث عن بالفعل يعني انجاز اردني يحتسب لضيفنا لهو الاستاذ محمد الزيادة واللي هو استشاري متخصص في تربية الطيور ودراسة سلوكها واللي يمكن عشقه وهوسه بعالم الطيور وبتربية الطيور كان من لما كان طفل وبعدين اتورط اكتر في عالم الببغاء تحديدا وعمل كتاب ولا اروع هو اسرار الببغاء الافريقي الرمادي اللي حقق نجاحات كتير كبيرة واللي بالفعل كان له الكتير من السبق والريادة على عموم اليوم رح نتعرف على استاذ محمد الزيادة على هالمنجز وايضا لكل اشخاص اللي بيحبوا ويربوا طيور داخل منازلهم رح يعطينا كتير ارشادات وتعليمات ورح يعرفنا ايضا على صديقه الببغاء اللي معنا اليوم صباح الخير واهلا وسهلا فيك استاذ محمد اهلا وسهلا واسم مبروك الانجاز وقبل هيك بس تحكي لنا اسم الببغاء اللي معنا اليوم اسمه شاركل شاركل ايو اوكي رح نحكي هلا عن شاركل بس بداية تاني ممكن عندك 15 سنة خبرة ما بين خبرة علمية وعملية فيما يتعلق بتربية الطيور ودراسة سلوكها وهالخبرة كلها اختزلتها في هالمنجز في هالكتاب قبل ما نحكي بالتفصيل عن الكتاب حابين دخلنا لعالم تربية الطيور يعني هيك نحكي اكتر عن تربية الطيور مدى انتشار هالثقافة عنا داخل الاردن تحديدا الحمد لله شكرا للك اهلا وسهلا فيك اولا الموضوع تربية الطيور يعني من الهوايات الشيقة جدا وبصراحة هو تجاوز مرحلة الهواية نعم اصبح الآن يعني في كل بيت من البيوت يعني يوجد بنسميه احنا البت البت الحيوان الاري وهو ممكن يكون ببغة ممكن يكون قطة ممكن يكون اي نوع من انواع البردس بشكل عام سلاحظ سلح وثاء مثلا على سبيل المثال فاصبح الآن هذا اشي منتشر وثقافة يعني بصراحة هي ثقافة جميلة الها كتير فوائد خاصة احنا يعني لو غرسناها بالاطفال من الصغر ممكن يكون الها كتير يعني تأثير على طريق التفكير ومسولكياتهم المستقبلية صح 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 من حيث انك انت لما بتجيب لابنك مثلا بيت معين عم دير باله عليها بعتني فيها بكون وفي لالها بده يتعلم المسئولية بده يتعلم انه بدها تأكل انها بدها تشرب بالتالي هذا الكلام بيعمل عنده نوع من الاحساس بالمسئولية حتى الصداقة يعني تشار بيصير بيقدر الصداقة عنده معاني وفاء اكتر معاني وفاء نوع من التعاطف نوع من الرحمة بس ادي في مشكلة استاذ يعني احنا هيك تلعنا شوية على الموضوع لما هالبت بيموت وخاصة بالنسبة للاطفال يعني يعني طبعا الشيء مؤثر بيكون ولازم الطفل يتعود انه يعني ممكن انه ربنا سبحانه وتعالى هاي كائنات حية زيها زي البني آدم ممكن انها تتعرض لمرض ممكن انها تموت وبالتالي انه هو بدي يكون بيعتني بيعتني فيها تماما زي اعتنائنا طبعا طبعا ادي بتشعر يعني احنا هيك على ايامنا كانت ثقافة البت داخل المنزل كتير اقل من هلأ يعني هلأ بتشعر انه الاطفال يعني بنقوا بدهم يكون في اي نوع من انواع الحيوانات الاليفة طيور داخل المنزل مصبوط يعني انا بتوقع انه من الاسباب يعني احنا في هلأ في فترة بتلاقي في مسؤولياتنا كتير اعمالنا كتير حتى ضغط الدراسة على الاطفال بولد عندهم نوع من اللي خلينا نسميها القدرات والامكانيات ممكن نفرغها بهذه الهواية فبالتالي اصبح يعني اصبحت هاي الهواية بتحتل مستوى اعلى بالاولويات من قبل ايش ايش بيتطلب انه يكون نقتني احنا طيور تحديدا داخل المنزل هل لازم نكون عارفين كل سلوكيات الطيور ويعني كل ظروفهم يعني ظروفهم المعيشية ولا خلاص الواحد يجيبها الطير ويحطه وشربه ميه هي انا بتوقع يعني بعتقد من خلال خبرتي انه موضوع تربية الطير مش بحاجة لخبرات كبيرة ولا بحاجة يعني خلينا نسميها انت ما بتقدر تجيب طير الا لما يكون عندك معلومات او حتى مش طير بت بشكل عام الا لما يكون عندك معلومات خلينا نسميها كبيرة عن هذا الموضوع لكن مش 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 من العيب اتوقع انه لما احنا بنجيب هذا الطير انه نبحث صح اذا فيه كتاب ممكن يساعدنا فيه معلومات ممكن نستقيها من مكان او اخر لانه نعفون لانه يعتبر هذا الكلام بيساعدنا على القيام بهذه الهواية بشكل افضل وانه نستمتع فيها بشكل افضل نعم بالتأكيد طب تحديدا بالنسبة للطيور يعني ايش الظروف اللي لازم تعيش فيها هو عدم وجود درجة حرارة مناسبة وجود درجة رطوبة مناسبة عدم تعرضها لتيار هوائي بشكل مباشر مثل المروحة او الكوندشين بشكل عام فيه ناس مثلا بتلاقيهم يعني خاصة انا بدي انوه على هذا السلوك بتلاقي عندهم مثلا الطير او البيت بحطوه مثلا بالحمام او البيت الدرج هذا السلوك هذا السلوك خاطئ جدا بحس لانه لانه هذا الكائن الحي بتأثر كتير بهذا الموضوع صح فيعني لازم نتعامل معه تماما كاتعاملنا باي كائن حي طبعا طبعا بتأكيد بدنا نحكي طبعا عن الكتاب بس ليش الببغاء الافريقي الرمادي يعني عرفنا عليه شو اللي بميزه الببغاء الافريقي الرمادي من اسمه هو ببغاء من عائلة الببغاء افريقي هو لانه المصدر تبعه او الموطن الاصلي تبعه هو افريقيا رمادي لانه لونه رمادي طب احنا على عموم راح نوضح كل التفاصيل المتعلقة بالببغاء الافريقي الرمادي من خلالها الريبرتاج و بعدين نرجع منضو ان شاء الله على الكتاب اذا مشاهدينا منستمتع مع الببغاء من خلال هذا التقرير وراجعين اول كتاب من نوعه باللغة العربية يتحدث عن الببغاء الافريقي الرمادي بشكل متخصص يحتوي معلومات هامة هي بالفعل اسرار فهم هذا النوع من الطيور الان يمكن للالاف من مربي وهوات تربية الببغاء الافريقي الرمادي الاستمتاع اكثر بتربية اذكى انواع طيور الببغاء واكثرها قدرة على الكلام وسيكون الافريقي الرمادي اكثر سعادة معهم حتى لو لم تكن قد اقتنيت او انتلكت مثل هذا الطائر سيساعدك هذا الكتاب باتخاذ قرار جريء في البدء بشرائه وتربيته على الفور يحتاج الببغاء الافريقي الرمادي الى اكثر من الطعام والماء لكي يستمر في حياته فحاجاته متعددة يجب على مالكها فهم تلك الحاجات وتأمينها اسرار الببغاء الافريقي الرمادي هو دليل المالك الجديد والمحترف للببغوات الافريقية هنا ستجد كافة المعلومات التي تحتاجها لتلبية الحاجات الخاصة لهذا النوع الفريد من الطيور كل ما يخطر ببالك من معلومات كان التقرير بالفعل حلو عم بحكي اكتر عن الكتاب من وين خطرت لك فكرة انه تعمل هذا الكتاب؟ السبب الرئيسي السلوكيات الخاطئة اللي الناس بتتوارثها وللأسف حتى الناس اللي بكون عندهم معلومات معينة قد تكون جزء من معلوماتهم صحيحة قد يكون جزء سلبي بالتالي هم يكرروا بتوارثوا هذه السلوكيات السلبية الانترنت أصبح مصدر مشاع للمعلومات ولكن فيه صحيح وفيه الخطأ وبالتالي انت لما بدك تبحث عن أي معلومة من خلال الانترنت راح تكتشف انه انت ممكن تاخد معلومة قد تكون خاطئة وقد تكون صائبة لهذا السبب احنا حبينا من خلال هذا الكتاب انه نبحث عن المراجع العلمية الكتب الأجنبية السوسيتي والجمعيات المختصة بهذا النوع من الطيور وناخد نلخص معلومات متكاملة بالتغذية بالتربية بالسلوكيات اللي الها علاقة بالببغاء اللي الها علاقة بالببغاء الافريقي الرمادي اخترناه تحديدا لأنه شخصية ذكية مصنف من أذكى عشر حيوانات على مستوى العالم حيوانات مش طيور طبعا على مستوى حيوانات هو يعتبر واحد من أفضل وأذكى عشر حيوانات على مستوى العالم العمر الافتراضي تبعه حوالي تقريبا 75 سنة فهو بعيش فترة طويلة جدا هذا أدي عمره لأنه هذا تقريبا يعني عمر تقريبا سنة أو أقل بشهر أو أكثر بشهر نعم وامتى بصيره بقلده الأصوات يعني عادة علميا على 8 شهور هو يكون جاهز علميا لأنه يتكلم لأنه يقلد الصوت لأنه يتفاعل معك طبعا ممكن قبل هيك حتى موضوع التفاعل يكون هلأ التفاعل يعني هو بس بيكرر الصوت أو مثلا مثلا بقول واحد يعني بعيد ايش الواحد بيحكي ولا ممكن يعني شو بتقصد بالتفاعل هو التفاعل يكون في تواصل التفاعل هو أنه مش بس بيقلد هو بيربط الحدث بالكلمة بمعنى أنه إحنا إذا تعودنا مثلا على التليفون لما برن التليفون نحكي ألوه لما برن التليفون أكتر من مرة بيصير عم بيربط أنه يرن التليفون بيصير رن التليفون هاي معناته أنه لازم أنا أجاوب ألوه صح صح فهو على مستوى من الذكاء مش بس بتقليد الكلام لا هو بيربط الحدث بالكلمة كيف طريقة يعني بظل موجود دايما داخل قفص على إيش بتغذى الأصل أنه هذا الطير عادة بيكون داخل قفص لازم يطلع يوميا بمعدل ساعتين سواء كان القفص نفسه بنفتح من الأعلى وبيكون فيه لعصاية تانية بطلع عليها الطير بحيث يشعر بالحرية لأنه الطيران يعتبر غريزة بالطير ما لازم إحنا نقتلها حتى على مستوى تدريب حركة الجناحين وتدريب العضلات هذا كله بحاجة إلى طيران هو مش عم بطير بالغرفة ولكن مجرد تحريك الجناحين هو نوع من تنمية غريزة الطيران بغذي هذا السلوك خلينا نسميه نفسيته بيساعده على أنه يكون تواصله معك بشكل أفضل في ناس بحطوهم مش بأخفاص بحطوهم على ستاندات خصوصية بتكون بالبيت بيكون نهائيا ما بيحبسه ومش بس بيطلعه ساعتين باليوم لا هو على طول طول الوقت خارج القفص هل هو شرس؟ يعني مثلا أنا كنت عم بسألك تحت الهواء يعني بتذكر كان لنا صديقة بكندا كان إذا بعصب بعض الببغة عادة السلوكيات الببغة طالما إحنا بنتعامل معه بطريقة صحيحة من النادر جدا أنه يواجه هذا السلوك بسلوك عدائي ولكن إحنا مثلا بتلاقي حدا بيقرب على الأفص بطريقة فجائية بتلاقي مثلا حدا بمسك ألم وبصير بدي يحطه بالأفص مثلا بتلاقي هاي داعبة تبعتنا نوع من أنواع المدعبة السلوكيات الخاطئة هاي بتخلي منه عدائي لأنه حتى لو حطيتي كرسي أنت جنبه هو رح يظل يطلع على الكرسي بيفكر أنه الكرسي هذا بيهدد حياته لأنه ما بيعرف أنه هذا كرسي في النهاية طمان طمان بالتأكيد فإحنا بحاجة لأنه دائما لما بيدخل الببغاء لأي بيت إحنا بحاجة إلى أنه بداية نعطي نوع من الأطمئنان الأمان نوضح له أنه هو الآن في بيئة آمنة غير مهدد نهائيا صح مثل الأشخاص العاديين مثل الأطفال يعني تعامل معه بعنف نعم صح بده قابلك بعنف بحاجة لهذا النوع من الأمان على إيش بتغذى؟ طبعا في خطأ شائع عند الناس أنه هذا بذر دوار الشمس باستمرار هم بيستعملوا بذر دوار الشمس إليه بشكل يومي وهذا طبعا يعتبر خطأ شائع هذا الطائر بحاجة إلى خلطة مكونة من عدة حبوب معمولة ضمن شركات الأغذية الخاصة بالطيور بيأكل من البيت أي طعام يعني خلينا نسميه الفاصولية بالذات الخضار المسلوقة الفواكه الطازجة مثل التفاح بيحبه كتير الموز مثلا أنواع المكسرات زي الجوز زي الفستق الفول السوداني الفستق الفستق يعني كل هاي الأشياء مفيدة إلو مش يعني حلو جدا أنه نعمل له نوع من التنوع الغذائي طبعا أم بتفرج يعني أم بتصفح الكتاب وهون في جزء كتير مهم إلو علاقة كيف الواحد بتعرف على الطائر تحديدا من خلال العين نعم أو قزحية العين ما أعرف إزادي إلا أخذها نعم الطائر أول بداية عمره بيكون البؤبؤ لونه أسود عمره بتحدد من خلال العين عمره بتحدد من خلال العين نعم البؤبؤ بيكون لونه أسود ومن حول البؤبؤ لونه أسود أوكي بعدين هذا السواد مثل بخف تدريجيا اللي هو نقصد بالسواد ليس سواد البؤبؤ السواد اللي حولين البؤبؤ بتلاقيه بخف تدريجيا من السواد إلى الرمادي الغامق بعدين إلى الرمادي الفاتح بعدين إلى اللون الأبيض وإذا تجاوز عمر الطير ثلاث سنوات راح نلاحظ أنه فيه اللي هو اللون الأصفر حول حدقة العين أو بؤبؤ العين كان حفل ضخم يعني حفل توقيع كتابك أحكينا عن الأجواء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وشكر خاص لسمو الأميرة عالية بنت الحسين كان هذا الحفل بحفل إشهار وتوقيع الكتاب برعاية سموها وحضور معالي أمين عام وزارة الثقافة كمان والحمد لله رب العالمين كانت أجواء كتير حلوة وكتاب يعتبر الأول من نوعه دليل للمبتدئين والمتقدمين يعني وحقق الحمد لله رب العالمين بفضل الله نجاح على مستوى الوطن العربي يعني مش بوجهك لكن بالفعل حققه نجاحات كتير كبيرة على مستوى الوسط العربي يعني كيف قدرت تخترق ثورة التكنولوجيا والإنترنت؟ هي فقط من نقطة واحدة أن المعلومات الموجودة على الإنترنت هي معلومات ليس بالضرورة أن تكون معلومات صحيحة وهذا الحكي عمل نوع من التعطش من اللي خلينا نسميها المربين والبوال عرب صح في كل أنحاءهم صح يعني بس هيك ممكن نقطتين كتير يعني خلص الوقت لكن فريق التجمع الدولي لعلم الطيور يعني حضرتك أنت عدوا فيه؟ نعم هذا الموقع اللي هو التجمع الدولي لعلم الطيور هذا من أفضل المواقع على مستوى الوطن العربي يعني أسس الموقع الدكتور عبدو أبو سير برضو من كان هو ضيف الشرف أصلا في حفل الإشار وتوقيع الكتاب وآخر إشي إرشادات بسيطة جدا أو نصائح بسيطة جدا هلأ منشوف كتير في شوبس كتير في أماكن لا بيع الطيور الأسعار بتتفاوض طريقة كتير كبيرة مرات بتشتري طير يعني على مستوى لوف بيردز مثلا من محل ممكن يموت بعد أسبوع مرات تانية لا بتشعر أنه بالرغم من أنه أنت عم تقدم له نفس الخدمة أو العناية دائما عند شراء الطائر نحاول أنه نشتري من مصدر موثوق نحاول أنه نختار مكان نظيف بشكل عام لأنه يكون الطائر هلفي أهم أساسية شراء الطائر صح صح وبيختلف الأسعار عادة تتفاوت يعني مكان لأخذ بسبب العمر بسبب مصدر الطائر في طيور بنسميها تغذية دوية بتكون هاند فيدنج في طيور بتكون صيد بري في طيور بتدخل بشهادات صحية معتمدة في طيور بتدخل بطريقة غير مشروعة هذا هو السبب اختلاف الأسعار وآخر رسالة أنت بتوجهها لمشاهدين يديروا بالهم على الببغاءات وخصصاً الببغاء الإفريقي الرمادي وشكراً كثير لإلك ولمشاهدين شكراً لحضرتك وما بعرف إذا حدا سأل مثلاً أو بده استشارة معينة إذا ممكن مرضى رقمك تحت الهوى أهلاً وسهلاً فيك وبانتظار إصدارات أخرى بدأت بالببغاء الإفريقي الرمادي لكن للطيور عالم فإحنا إن شاء الله بانتظار الكثير من الإصدارات لحضرتك كل التوفيق شكراً لك أستاذ محمد الزيادة شكراً جزيلاً لحضرتك وشاركل شرفنا شاركل كمان بالستوديو ومشاهدينا بعدها الفاصل إن شاء الله رح نكون مع فقرة تغذوية وأهمية الإفطار الصباحي جزيلاً لحضرتك